على الرغم من الميزانيات الضخمة التي خصصت لمشاريع بناء وإعادة تأهيل المدارس في العراق منذ عام 2003 والتي كان يمكن أن تقضي على العديد من المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في البلاد من بينها المدارس الطينية والكارفانية وقلة أعداد المدارس إلا أن الأرقام تشير إلى وجود نحو ألفين مدرسة آيلة للسقوط عدى عن مئات المدارس الطينية والكارفانية ونقص المباني المدرسية هذا الواقع المزري أكدته تصريحات لوزارة التربية في العراق بيّنت أن حاجة العراق الكلية للمدارس تصل إلى ثماني آلاف مدرسة وأنها بحاجة لخمس سنوات على الأقل لإنجازها تصريحات صلتت الضوء على التقصير الحكومي في تنفيذ الوعود بتحسين الواقع التعليمي الذي انتقدته نقابة معلمين مؤخرا مشيرة إلى أن المدارس الطينية والكارفانية أحد أوجه الفساد في البلاد مطالبة بوضع حد لها الفساد المالي والإداري الحكومي كان السبب الرئيس للمشاكل التي يعاني منها العراق منذ نحو عقدين وخاصة في قطاع التعليم حيث السرقات في مشاريع البناء والإعمار وإعادة تأهيل المدارس ويندر وجود أسرة في العراق لا تواجه مشاكل تتعلق بتعليم أبنائها وبناتها وتفتقد الكثير من المدارس للكراسي والطاولات الأمر الذي يجبر التلاميذ على الجلوس على الأرض ويضم العراق عددا كبيرا من المدارس الطينية والكارفانية والمتهالكة أمر يستغربه العراقيون الذين شهدوا الرقي الكبير في مدارسهم قبل عقود في البناء والتأثيث في الوقت نفسه يتوقع هؤلاء مزيدا من المدارس الطينية والكارفانية نظرا للحاجة الماسة للمدارس بسبب الفساد في الإدارة الذي يقف عائقا أمام بناء مباني جديدة بوسائل حديثة كما عرفها البلد سابقا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة